شهدت اليوم قاعة المحاضرات بكلية الطب والتنمية البشرية بجامعة انجمين حفل التخريج 40 طالبا من خرج المدرسة الافريقية للهندسة المعمارية بجمهورية التوغو بدرجتي الليسانس والماجستير هذه المناسبة ترأس وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تيسو تقرير ابتسام موساط سعيا للنهض بترقية القطاع التعليمي الخاص في مجال الهندسة المعمارية والتي تعد عنصرا هاما في تنمية ورفاهية الدول يجيء حفل التوزيع شهادة التخرج للطلاب المرحلتين الليسانس والمستير وقد شهد الحفل عدة مداخلات منها كلمة المدير العام للمدرسة الافريقية للهندسة المعمارية دنبيلي موسا حيث شكر الحكومة التي تعمل من أجل التدريب وتأهيل الشباب كما شكر المدرسين على الجهود التي بذلوها وما ذالوا يبذلونها من أجل تكوين هؤلاء الشباب كما أضاف في حديثه بأن هذه المدرسة تساعد الشباب الافريقي وكذا تنمية الدول الافريقية فلذا لا بد للأفارقة الوقوف صفا واحدا من أجل تقوية كفاءة الشباب الافريقي ومن جانبه وزير التعليم العالي البحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تايسو تطرق إلى أهمية التدريب المهني المدرسة تدرس في مجال مباني والمدرسة الافريقية تقريبا 14 دولة شاركة فوقها قررنا تقريبا 40 كملوا وممكن بجو بخدموا في الدولة وبتعودونا في برنامج كبير المدرسة الافريقية للهندسة المعمارية التي تجمع 14 دولة افريقية تعمل من أجل تدريب الشباب الافريقي في مجال الهندسة المعمارية والتي تحتاجها الكثير من البلدان وشات واحدة منها وفي نهاية الحفل تم التوزيع شهادة التخرج للخريجين من المرحلتين الليسانس والمستر شهد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية عمال ورشة التخطيط حول ترقية وتحسين نوعية تعليم الأساس في جات كان ذلك بدعم فني من برنامج التعاون السويسري في جات محمد طاهر صالح بمشاركة المدعوين في القطاع التربوي وبعض المدعوين هذا فضلا أن الخبراء التربويين من جمعية التعاون السويسري فقد أزدل السيطار على فعاليات ورشة التخطيط المعنية ببرنامج ترقية وتحسين نوعية التعليم الأساس في جات في مرحلته الثالثة وخرج المشاركون بتوصيات أهمها تدريب المعلمين في مختلف أقاليم البلاد وتعزيز لقاءات المعلمين الناطقين بالعربية توفير المعدات الرياضية وإصدار مستندات إعلامية وثائقية والتعيينات من قبل وزارة التعليم من أجل توظيف أكثر من أشرة ألاف معلم متطوع من 2008 حتى 2022 الأمين العام النائب منظمة أطفال العالم أشادت بالجهود التي بذلت من قبل برنامج تحسين نوعية التعليم الذي يعد أمرا ضروري من أجل تكوين جيل كفو وقادر على تقديم مساهمته في المجتمع بدوره نائب مدير التنمية والتعاون السويسري جان ميشيل ليمان شجعت البرنامج وأكد أن المنظمة تساند دائما وأبدا التعليم في تشاد في كلمته الختامية المفتش العام بوزارة التربية الوطنية ريماجي نانكوجال قال إن تطوير اللغات وتقوية الكفاءات التربوية وتحسين مستويات المعلمين والمعدات التربوية كله يدخل ضمن إطار الإصلاح التربوي الذي نادى به رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو ودع الشركاء إلى لعب دور بارز لتقديمه مستوى أفضل شاكرا في الوقت ذاته التعاون السويسري ومنظمة أطفال العالم على جهودهم المطنية في دعم المدارس التعليمية جدير بالذكر أن المشروع انطلق في إقليمي البطحة وشار الأوسط ترجمة نانسي قنقر